فضيحة أمنية أخرى أخذت في التفاعل في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بعد سيطرة الجبهة الإسلامية على مقرات الجيش الحر ومخازن سلاحه عند معبر باب الهوى على الحدود التركية واشنطن التي تذرعت لتعليق مساعداتها العسكرية غير الفتاكة للجيش الحر باستيلاء هذه المجموعات على المعبر كانت قد تحدثت منذ عدة شهور عن الحل السياسي للأزمة السورية وبلورت جهودها في الحديث عن تسليح الجيش الحر لتشجيع الأسد على تسليم السلطة إلا أن هذا الأخير يبدو متمترسا في مواقعه نتيجة الدعم الكافي الذي يتلقاه من حلفائه الروز والإيرانيين فيما يعاني الحر بالمقابل من نقص حد في الدعم العسكري والدعم الأمريكي لثورة سوريا يقتصر فيما مضى على مساعدات غير قاتلة فالسلاح الأمريكي لوجود له أساسا وفق ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني لأي صافي والذي عزى في بيان له التوترات الذي يشهدها شمال سوريا بين الجيش الحر والجبهة الإسلامية إلى تدخلات خارجية تتنافس لتحديد مسيرة الثورة السورية ومستغلة الضعف التنظيمي للقوى الثورية والكتائب المقاتلة وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيكل وفي سياق حديثه عن النكسات التي منهيت بها المعارضة اعتبر ما حدث مؤخرا انعكاسا لمدى تعقد وخطورة الوضع الذي لا يمكن التنبؤ به في سوريا أعتقد أن ما حدث في اليومين الماضيين هو انعكاس واضح على مدى تعقيد وخطورة هذا الوضع ونحن نواصل الدعم العام لإدريس والمعارضة المعتدلة وسنواصل المساعدة في المجال الإنساني قرار واشنطن ولندن وقف الدعم اليوجستي كما أسمته يعتبر رمزيا وأثره العملية ليست كبيرة بحسب مراقبين لأن الجيش الحر لم يتلقى أسلحة نوية من الغرب وأمريكا تحديدا التي لم تكن بالأساس تسهم بمساعدات عسكرية للحر بل كانت مهمتها مراقبة الأسلحة التي تصل إليها ومنع دخول أي سلاح نوعي كصواريخ مضادة للدبابات والطائرات هو مؤشر حقيقي إذن يحيي بأن السياسة الأمريكية هي من ساهمت في نشر التطرف في سوريا بعد بناء علاقات مبنية على المصالح وليس وفق الأيديولوجيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر